أخونا عبد الرحمن يعمل مرشد سياحي ويسوق مركبة من نوع فورد كوستوم شوفوها مثل هذه بالضبط طيب هو مرشد سياحي وسائق لهذه الحافلة يقول في يوم من الأيام خرجت من مراكش المدينة العريقة المغربية يقول وكانوا معي مجموعة من الركاب يقول وصلتهم إلى منطقة اسمها ورزازات أو مدينة اسمها ورزازات يقول نزلت هذه المجموعة يقول ثم انطلقت من ورزازات إلى الصحراء المغربية الكبرى ومدينة بالتحديد أو مكان بالتحديد اسمه محاميد الغزلان يقول ركبوا معي مجموعة من الناس واتجهت إلى مطار أقادير أقادير المدينة الجميلة نسمع عنها كثير مدينة فيها طبيعة وفيها بحر يقول وصلت الجماعة إلى مطار أقادير وصولي للمطار كان تقريبا الساعة ثلاثة بالليل قبل الفجر يقول ثم طبعا واضح جدا أنه وقت طويل من يوم طلع من مراكش إلى ورزازات إلى محاميد الغزلان إلى أقادير وقت طويل وجهد كبير صراحة يقول رجعت من أقادير قاصدا مراكش بيرجع مسافة طويلة يا جماعة يقول لما طلعت من أقادير الساعة ثلاث يقول دخلت منطقة جبال على الساعة ثلاثة ونص حسيت بالتعب وهذه نصيحة يا جماعة الخير لمن يسافرون ويواصلون الحادث يحدث في جزء من الثانية والنوم لا تملك عليها السيطرة فإذا نمت قد تحدث كارثة ما يمنع أنك تتوقف وتريح مثل ما سوى أخونا عبد الرحمن يقول جيت على الطريق يقول على الطريق يوز الجبال يقول وقفت في المسافة ما بين الشارع هذا الطريق وما بين الجبل يقول والوقت كان مظلم جدا يعني يقول وقفت وقفيت السيارة وانتقلت للمرتبة الخلفية لعلي أنام شوي كذا وريح وبعد هنا واصل طريقي يقول وفعلا جلست على المرتبة الخلفية في السيارة ونزل المرتبة ويقول كذا باللف وقلت أذكاري وأورادي ما شاء الله ما شاء الله يقول المهم دخلت في النوم يقول مرهق جدا يقول بعد نصف ساعة تقريبا في النوم يعني نقدر نقول على الساعة أربعة يقول حسيت بقط بس ما بيني وما بين المرتبة يحاول يخرج ما بيني وما بين المرتبة وراي يقول وأنا ما بين النوم والصحيان يقول مسكته من ظهره ورميته يقول ثم صحيت ولعت النور الداخلي ناظرت دورت ما في شي ثم رجعت قلت أذكاري ما شاء الله ما شاء الله مرة ثانية مرة ثانية يقول قلت أذكاري وعشر دقايق ويعمل لي نفس الحركة يخرج من بين من بين جسمي ومن بين المرتبة وهو يعني المرتبة السيارة يقول فأخذته مسكته يقول ورميته بقوة على مقدمة السيارة الأمامية زجاجة الأمامية تعرفون هو ورا الآن يقول رميته على زجاجة الأمامية يقول سمعت ضربته على زجاجة الأمامية يقول ففزعت كده قلت لأخي ومنين جاء القط هذا يقول ثم قمت ولعت النور الداخلي للسيارة وبرأ أدور أدور يقول ما بقى مكان جوه السيارة ما دورت فيه لهذا القط وما لقيته يقول وأنا أدور ناظرت الزجاجة الأمامية وإذا فيه شخص بره الزجاجة الأمامية الزجاجة يقول يقول أنا الزجاجة السيارة بحكمنا السيارة السياحية يعني عامل لها التضليل الأسود هذا يقول فأنا شوف ويبغي يشوف جوه يقول وفي ويضربون على الزجاجة يقول فتحت الباب ونزلت وإذا هم اثنين من الدرك يسمونهم الدرك هناك هم رجال أمل يعني ممكن نقول من الشرطة يقول ومعاهم رجل لابس هذه سترة العمال الصفرة وعليه هذه الغطاء الحماية هذا على الرأس يقول قال لي أنت إيش قاعدت تسوي هنا فقال يا أخي أنا ساء أقباص سياحي وتعبت في الطريق وأنا مسافر حبيت أرتاح وقفت هنا أرتاح قال وقفت هنا حبيت ترتاح هنا قال قال سبحان الله العلي العظيم إحنا في منطقة خطرة جدا وإحنا ملغمين الجبال لنبغى نفجر مختارين الوقت هذا علشان نفجر في الجبل لو فجرنا الجبل وإنت في المنطقة هذه أنت راح تموت بلا شك بعد قدرة الله سبحانه وتعالى لأنه ستسقط عليك الصخور الذي حصل أننا وصلنا لنقطة الصفر فالأخ المشرف شاف نور طلع من السيارة فقال يا جماعة فيه أحد موجود في المكان وقفوا التفجير ووقفناه بوقت سريع وجينا لك هذه رحمة من الله سبحانه وتعالى فقال لهم سبحان الله سبحان الله هذه رحمة من الله هذه رحمة من الله وطبعا ما قال لهم على موضوع القط وكذا وأنا ما أستغني عن تعليقاتكم ونظرتكم للموضوع أبيكم يا جمعة الخير تقولوا لي هل اللي حصل هذا صدفة هل لو كان الخونة عبد الرحمن ما حصل له موقف القط هذا إيش كان بيصير وإيش تفسير عبد الرحمن للي حصل والقط هذا منه يا جماعة وإيش كان يريد أبغاكم تساعدوني في التفسير ما نستغني عن تعليقاتكم وعن إعجاباتكم وعن نشركم للقناة القناة منكم ولكم أتمنى إن الجصة هذه عجبتكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة